أولاً، هناك سرقل للمكفوفين عن جراحة شبكة العين وهي تبدأ بتوليد صورتين مرئيتين للغرض نفسه لتسليط الضوء على أجزائه المختلفة التي تتحول كل منها بعد عملية المسح إلى ذبذبات صوتية تسمع أولاً هذا الضجيج الكبير وبعد ذلك يصبح الصوت بعيداً وتحل مكانه أصوات متفرقة وإذا أمعنت الاستماع قد تتمكن من التمييز بين ثلاثة أصوات تعبر كل منها عن أجزاء الصبار الثلاثة النسخة الأخيرة لهذا الجهاز الذي بدأ العمل عليه للمرأة الأولى في هولندا في تسعينيات القرن الماضي اختبرت على متطوعين مكفوفين وأصحاء على حد سواء وأظهرت النتيجة أن مستوى التعرف إلى الأشياء من خلال هذا الجهاز فاق أي جهاز آخر تمت تجربته في الولايات المتحدة صحيح أنه إذا كانت لديك شبكة مزروعة يكون لديك بعض الخبرة في الرؤية ويمكنك تصور ضوء إلى حد ما ومع ذلك ما يثير الدهشة حقاً هو القدرة على استخدام هذا الجهاز للتعرف على الأشياء أو للتنقل بعد الخضوع لدورة تدريبية طلب من المتطوعين العثور على أغراض ثلاثية الأبعاد موجودة في غرفة واحدة وهنا ساعدت السماعات الصوتية هذه المتطوعة في تحديد طبيعة الغرض الموجود أمامها ومكانه وفي غضون دقائق تمكنت من التمييز بين مختلف الأصوات وشق سبيلها في معظم اختباراتنا تمكن المتطوعون في غضون أربع ساعات من التمييز بين الأغراض وتعديد مكانها والأمر يشبه تعلم لغة جديدة كلما استخدمتها تحسنت مهاراته يأمل مطور هذا الجهاز أن يشكل ليس بدلاً عن الجراحة الشبكية فحسب بل تكملة لها ما يمنح المكفوفة نظرة تفاؤلية جديدة إلى الحياة ترجمة نانسي قنقر